موسيقى 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 توقيت زماني منضبط قبيل الدخول المدرسي خصوصا أن الإقليم يعني تشهد واحد المنحلة متدبدب الإصابات بفيروس كورونا حاولنا من خلال الحملة التحسيسية التي كانت تنسيق مع السلطات المحلية مع سيد باشا مدينة الصويرة وسيد قائد الملحقة الإدارية الثانية أننا نقوم بتوعية الأسر أبا وأمهات وأولياء تلاميذ بمخاطر هذا الفيروس اللعين قبيل الدخول المدرسي بأيام وذلك لتجنب تراكم الإصابات والتصاعد الخطير للإصابة حاولنا نقدموا رسالة بسيطة باللغة العامية سواء للأطفال من خلال مشاركة تلميذة تدرس يعني بالتعليم العمومي أنها تقدم لهم رسالة وتعطيهم جمعة من توجهات الكيفية احترام تدابير الوقائية لحالة الطوارئ الصحية التي تتعيشها بلدنا وحاولنا كطاقم وكمكتب للجمعية المنظمة وهي جمعية مبادرة للأعمال الاجتماعية والتضامن أموس بالصويرة أننا نقدمهم جمعة من نصائح لمن بينها توعية الأطفال تدأ من المنزل يعني أن التلميذ قبل ما يخرج من المنزل ويتوجه المؤسسة خصوصا للأسر لاختارة التعليم الحضوري أن الأباء والأولياء يوعيهم بالمخاطر الفيروس ارتداء الكمامة إجباري تغيير بصفة منتظمة عدم الرمي في أماكن عامة لتفادي العدوى لقدر الله ثم تعقيم بصفة مستمرة غسل يدين بالماء والصابون أكيد أن هالتدابير الوقائية واحترازية هي متوفرة بالمؤسسات التعليمية يعني خصوصا مع الدخول المدرسي وإنما حتى الأوسر تتلعب دور كبير يعني ما شيء تحط تلميذ في المؤسسة وتعويل للمؤسسة في كل شيء خاصة يكون تعاون وتشارك ما بين جميع المؤسسات والشركاء بدءا بالمؤسسة ثم الشارع ثم المدرسة على الأقل لإنجح الدخول المدرسي ولتفادي الإصابات في صفوف المتمدرسين